موسيقى السلام عليكم موجز لأهم الأنباء من يمن شباب قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن هجوما إرهابيا بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف اليوم مطبخا تابعا لقوات الحزام الأمني في منطقة الدرين بمدينة الشيخ عثمان شمال العاصمة المؤقتة عدم وأضاف المصدر أن الهجوم الإرهابي أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء ونحو خمسة وثلاثين جريحا بينهم طفل إصابتهم متفاوتة مشيرا إلى أن الانفجار تسبب بأضرار مادية في المباني المجاورة وشدد المصدر على ضرورة رفع رجال الأمن اليقظة الأمنية إلى أعلى درجاتها والقيام بواجباتهم في تعاملهم على أرض الواقع بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه وجه وزير الداخلية أحمد الميسري كافة الوحدات الأمنية وقيادة وزارة الداخلية وفروع الأمن بعموم المحافظات بعدم التعامل المباشر مع قيادة قوات التحالف العربية إلا عبر وزارة الداخلية الميسري وفي رسالة أخرى طلب قيادة قوات التحالف العربي بضرورة وقف التعامل مع القيادات الأمنية بصورة فردية موضحا أن الوزارة مستعدة لتحمل مسؤوليتها الأمنية بهذا الخصوص بدأت الشرطة العسكرية بمدينة تعز انتشارها الأمني من بير باشا إلى قصر صالة بالتنسيق مع كافة الألوية والقطاعات العسكرية وأكد قائد الشرطة العسكرية بتعز العقيد جمال الشميري بأن انتشار الحملة الأمنية سيكون بصفة دائمة ومستمرة وفقا لتوجيهات محافظي المحافظة وقائد المحور لضبط الجانب الأمني والتعامل مع أي انفلات مشيرا إلى أن ما حدث من استهداف لموكبه هو عمل عرضي وسيتم تعقب الجناه وتقديمهم للعدالة استشهد شاب بشضايا قذيفة الحوثية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنكلابية على وادي أمان بمنطقة حذران غربية تعز وقالت مصادر طبية إن الشاب ماجد جميل جسار 23 عاما استشهد جراء إصابته بشضايا قذيفة حوثية بالرأس فيما أصيب شقيقه إصابة بلغة ويرقد في العناية المركزة بأحد مستشفيات المدينة فرضت قيادة المنطقة العسكرية الأولى ومقر قيادتها المركزية في مدينة سيئون بمحافظة حذر موت منع المظاهر المسلحة في مديريات الوادي والصحراء وأصدرت القيادة توجيها بذلك ألزمت فيه وحدات الجيش ونقاط التفتيش العسكرية بتعزيز الأمن والاستقرار ومنع المظاهر المسلحة وقالت في بيان إن الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي بتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق الخادعة لسيطرتهم والضرب بيد من حديد لكافة العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون لقي العشرات من ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون في معارك للجيش الوطني وغارات للتحالف العربي في عدد من جبهات القتال بمحافظة الجوف وأفاد مصدر ميداني أن قوات الجيش صدت هجوماً للميليشيا بجبهة الساقية جنوب غرب المحافظة في حين سقط قتل وجرح من عناصرها في معارك شريسة اندلعت بين الطرفين بمديرية المصلوب سقط قتل وجرح من الميليشيا الحوثية خلال عملية تسلل فاشلة شرق ميدي التابعة لمحافظة حجة واندلعت الاشتباكات وفق مصادر ميدانية عندما أقامت مجموعة حوثية بالتسلل إلى مواقع شرق ميدي لسحب جثث قتلاها ومن بينهم جثث قيادي يدعى أبو حيدرة غير أن تحركات المجموعة كانت مرصودة من قبل قوات الجيش التي أحبطت العملية وقتلت عدداً من المتسللين وأسرت عنصراً واحداً تظاهر عدد من الجنود بمدينة تعز اليوم للمطالبة برواتبهم بعد سقوط أسمائهم من كشفات مرتبات الجيش في تعز ورفع المحتجون شعارات وردد هتافات تطالب رئيس الجمهورية وقيادة محور تعز بإنصافهم والتحقيق مع المتسببين في إسقاط أسمائهم من كشفات المرتبات عقد مكتب الثقافة بمحافظة الجوف لقاءً موسعًا لمناقشة البرامج الثقافية للعام الجاري 2018 وتطوير الجانب الثقافي بالمحافظة وأشار مدير مكتب الثقافة بالمحافظة شرف العكة إلى أن المكتب يستعد لإقامة ذكرى اليوم العالمي للمسرح وتكريم أبطال المسرح بالمحافظة وقع في محافظة لحج اتفاق تعاون مشترك بين الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة ومنتدى رجال الأعمال العرب في الصين وقضى التوقيع بالتزام كل طرف برعاية مصالح رجال الأعمال المنتسبين لديها حسب نطاق عمله وأهدافه وتقديم الدعم اللازم من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة شيع الجيش الوطني بمدينة تعز القيادية الميدانية في اللواء 22 ميكا صلاح عبدالغني الصلاحي والذي استشهد أمس الاثنين في مواجهات مع مليشي الحوث الانقلابية في جبل لوزم شرق صبر ويعد صلاح عبدالغني الصلاحي من أوائل المقاتلين الذين التحقوا في صفوف المقاومة الشعبية بداية اندلاع الحرب في إبريل 2015 وتنقل في مختلف الجبهات ابتداء من الستين وكلاب والمحافظة وبيت المخلوع والعسكري ومعسكر التشريفات وصولا إلى الصرمين والكريفات وجبل لوزم نهاية المجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة